موسيقى مشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجي عن قرب معكم أنا كاريم لونيس سأكون بمعياتي زملائي في تنشيطها وموضوع اليوم يصلت الضوء على الحركية التي تعيشها ساحة سياسية تحسبا لموعد الثاني عشر جوان المقبل الغرفة السفلة للبرلمان أربعمائة وسبعة مقعدا أحزاب جمعيات مجتمع مدني وقوائم حرة الجميع يتنافس لظفر بها في ظل متغيرات عديدة لم تعهدها هكذا مواعيد في السابق للحديث عن الموضوع السعد باستضافة النائب البرلماني السابق والدكتور في العلوم الاقتصادية الهواري تغرسي أستاذ مساء الخير مساء الخير شكرا على حسنة استضافة نشكرك على تلبيت الدعوة إذن كما جاء فيها تقديم ساحة سياسية تعيش على وقع التحضير لاستحقاقات ثناث جوان المقبل الجميع على قدم وساق ليسجل حضورة ساحة سياسية من بوبات الغرفة السفلة للبرلمان أكيد هذه نقطة مهمة بالنسبة للمجتمع وكل وخاصة في المراحل اللي فوتها شفنا كانت موجودة برلمان في المراحل السابقة رغم كان هناك بعض النقايص اللي موجودة بالنسبة لعملية التشريع اللي ما نحكو على البرلمان مهم جدا نحكو على دور البرلمان ودور البرلماني هذه المغالطة اللي موجودة خاصة عند الشارع وهنا لازم نحدد ما هي دور البرلماني وطبعا ما هي الخطورة اللي يمكن طبعا يتحمل لها المسؤولية طبعا اللي شفناها في المراحل السابقة البرلماني وهنا نحكو على نوعية خاصة بالنسبة للبرلمان في المراحل جايم عندها اللي لازم تكون عندنا ذوي خبرة وتجربة طبعا وطبعا الشباب كذلك الإطار كذلك مهم جدا وحصوله خاصة فيما يخص المعلومة لتشريع بالنسبة للقوانين مهمة بالنسبة للوطن لما نشوف أنه الواقع المعاش أنه حتى النخب اللي رمت رشها ما مش عاليم فينا حتى دور البرلمان في المراحل القادمة وهذه أشكالية طبعا هذا هو جوهر هذا هو المهم جدا لأنه نتمنى في المراحل الجاية باش نشوفه برلمان قوي برلمان متفتح برلمان عنده انشغالة بالنسبة للمواطنين عنده القدرة للتشريع يمكن القول أنه الظروف مهيئة لكن يجب أن تغير ذهنية نعم شوف لأنه على شكال المراحل السابقة لاحظنا أنه كان عتاب كبير خاصة على البرلمان وكان نوعية اختير البرلمان في المراحل القادمة الماضية كان يخضع اعتبارات طبعا ما عدا الاعتبارات السياسوية والاعتبارات المهمة خاصة التي تفرض البرلمان أو تعطيله أكثر قوة بالنسبة لمدى عملية الشريع ولكن لاحظنا أنه اختير على أساس الولاءات على أساس الشكارة على أساس الفساد على أساس كومور كبيرة كانت بوجودة وهذا ما خلا طبعا البرلمان السابق والبرلمان تقرأ رغم أنه هناك نوعية وطبعا هناك خيرين موجودة في هذا العمل نشكرهم كذلك بالمقابل لأنه ساموا في كثير من استمرارية في الدولة الجزائية وهذه الاشكالية لأنه عانوا في مراحل سابقة ولكن عرفوا كيف يمكن أن يمشوا في مراحل مهمة كيف يشرعوا في مراحل مهمة بالنسبة لي القانون تعرفوا باللي وكان ما يشرح البرلمان عن إشكالية إشكالية فيما يخص قوانين اللي هي قوانين بالنسبة لها اقتصادية واللي هي قوانين المالية تسوية ميزانية قوانين متعلقة بالجانب اليومي بالنسبة للمواطن بالتغييرات مهمة بالمواطن ولكن بكل صراحة سادها تسلط خاصة السلطة التنفيذية في المراحل السابقة على السلطة التجارية لأنه بكل صراحة كانت نوعية من النواب نقولها بكل صراحة هناك نواب الحكومة واللي طبعا جابتهم الأحزاب السياسية عن طريق تعليمات وعن طريق الفساد وعن طريق كذا ولكن هناك نواب أحد آخرين كانوا طبعا حرار وكانوا طبعا قاوموا في العمل البرلماني وخاصة القوانين المهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني ونقصد بها قوانين المالية اللي عرفت علش نشوف ذوك مشكلة بالنسبة للمناخ الاستماري بصفة عامة هو طبعا تراكم في المراحل السابقة لعدة أخطاء أسراته لعدة أخطاء تعمدت حكومات الماضية على إرساغها في قوانين المالية دكتور هذه تراكمات سلبية الآن ربما هناك جو بضمانات يمكن تجاوزها أصبحت من الماضي كيف يمكن أن نستثمر فيها مستقبلا خاصة وأن العملية الانتخابية الآن تحضير لها رئيس مثل في جمع التوقيعات توقيعات ربما الأحزاب السياسية مطالبة بـ 25 ألف توقيع على مسوى 23 ولاية بالنسبة لها أمر هين لأنها معتادة لذلك بينما القوائم الحرة مطالبة بـ 100 توقيع عن كل المقعد في كل ولاية الشق الأكبر يقع عليها هل سترى أنه ستنجح في العملية؟ عندما نرى الشق النظامي طبعا أكيد أنه سهل العملية خاصة في المراحل القادمة ولكن لازم المواطن يكون واعي وش معنة واعي؟ معنة اختيار الأنسب وش معنة الأنسب؟ اختيار الكفاءات الوطنية اللي ممكن جدا تشرع له في المستقبل لأنه مهم برلماني ثلاث نقاط أساسية تشريع واللي هو مجموعة القوانين اللي طبعا تصدر عن البرلمان قوانين مرتبطة بالجانب السياسي بالجانب الاجتماعي بالجانب والجانب الاقتصادي هناك أخطاء موجودة في المراحل السابقة لازم نحكو على مراقبة الحكومة وهذه مهمة جدا معنة لازم هناك تكون كفاءات وطنية اللي عندها القدرة باشتراق الحكومة وهذا اللي لاحظناه في المراحل السابقة فشل كثير منها طبعا النواب وثالثا اقتراحات القوانين اقتراحات القوانين ولما نشوف المراحل السابقة حتى لما يقترح قوانين يرفض طبعا منها الغرفة السفلة من رئيس الغرفة السفلة هذه إشكالية وحاجة واحدة أخرى نقل الانشغالات المواب نعم تتحدث عن الرفضاني حتى في حال قوانين كانت مرار ثم كانت ترفض من الجهاز التنفيذي نعم نعم ربما العينة استيراد سيارة تقل مثل ثلاث سنوات أكيد شوف لما نحكم قوانين المانية وخاصة أنا كنت فيها أضفة لجنة المانية والميزانية أنه لاحظنا الأخطاء متكررة تقريبا عبرها كلها ولا شوف لما نحكو على مثلا مناخ الاستمار هذه اللي خلتنا عدم وجود مناخ الاستماري محفز بالنسبة لإستمارات الوطنية والدولية كذلك وفي 2021 نلغي القوانين وهذه إشكالية بالنسبة لنا لأنه عدم نضج القوانين بالنسبة للحكومة وبالنسبة للوزارات هذه إشكالية قانون في وزير مثلا وزير السنة الماضي يجيب لك قوانين في 2020 ثلاثة وربع قوانين وبعدها يلغى مباشرة في قانون مليا في 2021 هذه إشكالية عدم وجود استقرار في القوانين وتشريعها تخلي اهتزاز في المنظومة سواء بالنسبة للمنظومة اقتصادية ولما تقول منظومة اقتصادية عندها أثار سلبي على المنظومة الاجتماعية وعندها أثار سلبي كذلك على المنظومة السياسية والأمل في البرنامان القادم أنه يتجاوز هذه أصور السلبية نعود يعني إلى سؤال جمع التوقيعات أقول بالنسبة للقوائم الحرة هل شوف بأنه أمر هاي حتى ولو أنه مياه مقابل لكل مقاعد نعم نشوف بكل صراحة كان هناك نوعية من العلاقات البريقراطية موجودة على مستوى الإدار لأنه لازم فروض تكون شاب بيك متعلقة مباشرة طبعا الانتخابات ومتعلقة مباشرة بإمضاء طبعا الاستمارات هذه إشكالية الفروض سهل بصير ولكن من غير المعقول أنه تعطي طبعا إمضاء الاستمارات للسيد الأمين عام ولازم تشوف الأمين عام ولا مكاشي إشكالية أنه مثلا نشوف الناس متعودة مثلا سنة ربعة مئة وخمسة مئة وستة مئة وعنده شعبية يقول لك أنا عندي مشكلة عندي مشكلة أنه رغم أنه الوثائق موجودة والحاجة هلاك تجاو محب وحبس من ضيلي ولكن ما صبناش الأمين العام ما صبناش كل يمضي هذه إشكالية أنه لازم تكون بساطة فيما يخص إشكالية أيضا يضاف لها ألف قائمة إلى غاية الآن قبل 22 أفريل يعني اللي بازال وقت بعيد ألف قائمة حرة جبتني جبتني نقطة مهمة جدا أنه ما نشعر فيه نشكون هو رح ننتخب على البلدية ولا على الولاية ولا على البرلمان لأنه بنفس الطريقة نشوفها هنا لأنه البرلمان مسؤولية كبيرة بالنسبة للناس وطبعا تطلب كفاءة كبيرة كذلك أنا أنا أقول لك مثلا أنا كنت دكتور في الاقتصاد وعندي مشاكل داخل الليجنة المالية في بعض الحالات للاقي مشاكل كبيرة داخل الليجنة المالية باش نقدر ندافع على قانون ونرفض على مادة وطبعا باش نقلنع المادة ولكن بهذه البساطة القوائم هذه تقريبا ألاف القوائم الموجودة وحتى في حتى ما نسى يؤدي إلى تميع العمالة الانتخابية وتشيط الأصوات نعم تميع من سيكون مستفيدة في هذه الحالة؟ بعض المنتخبين محليين على مستوى البلدية وغائب فكيف يمكن أن هذا المنتخب المحلي يترشح للبرلمان ويروح لقبة البرلمان ومقدرش يدافع في مجلس بلدية على مشروع معين هذه الأشكالية لازم لازم النوعية كفاش تكون فيه اختيار طبعا الناس اللي عندهم قوة في الجانب هذا عندهم طبعا شرعية كذلك لكن من عقول مش معقول أنه في حي معين يترشح فلان وفي الحي فلان يترشح فلان لازم يكون عنده على الأقل بعد وطبعا نظرة كبيرة بالنسبة للولايات ويكون قادر يحقق نعم نوسد المسؤولي تقع على عتق المواطن الذي يجب عليه أن يحسن الاختيار في نفس المواطن اللي عاتب البرلمان السابق وسماه برلمان اشكارة طبعا بنفس الأسلوب اللي رح يمارسوا هذه المرحلة ننتمنى أن يثيقنا في المواطن أنه يكون عنده طبعا نظرة واحدة أخرى لنظرة استشرافية في المستقبل لأنه ورا نحدد برلمان نشوف على الأقل ما هي الصور اللي ممكن برلماني وشفنا في البرلمان السابق تقريبا كانوا موجودين ما حضروش ولا لجنة نحن ولا سؤال كتابي ولا سؤال شفري ولا تدخل إعلامي ولا طبعا تدخل في البرلمان وطبعا وهذه ليست استثناءات بل ربع سنين يعني ربع سنين وهما غايبين على البرلمان تقريبا تماما كيف يمكن أنه طبعا هذا الإنسان يجي يترشح اليوم وطبعا ينتخب طبعا لأنه فروض لما يحكي البرلمان السابق على الأقل ما هي الحصيلة التيعك الحصيلة التيعك هل قدمت كذا هل قدمت كذا طبعا لأنه الحصيلة عن النواب لازم تقيم هذه الإشكالية وتقيم مدى تقدير هذا النيب مدى طرح طبعا الأسئلة مدى اقترح القوانين كذلك ومدى تعديل القوانين مدى هذه إشكالية موجودة نعم وستخدم اختيار اللحظة خايفين من التمييع البرلمان لأنه بهذه الطريقة نقول لك في الصراحة إذا شفنا هذه اللي موجودة على الساحة الوطنية نقول لك رح يكون أسوأ من البرلمان سابق والبرلمان قبل والبرلمان كذا ورح تتمييع العملية السياسية لأنه البرلمان أقوى طبعا منظومة في الشريعية مهمة بالنسبة لي طبعا بالنسبة للجزائر بالنسبة لي الجانب السياسي لأنه نصد تكون حركية موجودة على المستوى أستاذ أنت تتحدث عن تميع العملية الانتخابية من يكون المستفيد صباح 13 جوان من يخرج الفائز في خضم هذه المواطعات أنا عندي ثقة في شعب تعنا عندي ثقة في شعب أنه شعب ذكي جدا رغم أنه ما زالت الممارسات الكلاسيكية الموجودة في الأحزاب السياسية ما زالت الشكارة موجودة في الأحزاب السياسية إلى يومنا هذا ما زالت تنصيب المحافظين عن طريق الشكارة ما زالت طبعا هذا ندير فلان وهذا ندير فلان وهذا ندير تجمعات الحفافات وتجمعات الكذا شكون لأنه هنا تدخل موضع رقابة لما نقول أنه ضرورة أخلقت سياسة مع أنت لازم نراقب تكون عملية مراقبة بالنسبة لهذا الأشخاص قال قال من مول الحملة الانتخابية اليوم من أشرف على الحفلة فلانية في اليوم من قام بكذا وكذا ولكن أنا متخوفين سنشوفهم في المراحل القادمة تقريبا بنفس الطريقة ولكن بطريقة مش مباشرة الطريقة مباشرة بذل الأحزاب اللي ما عندها ملايير ولكن من بكل صراحة من أموال طبعا معروفة ثم يمكن أنه يسيطر على طبعا عملية الانتخابية وسيد رئيس جمهورية قال عدم استغلال خاصة ظروف الاجتماعية بالنسبة للمواطن ستشوف قفة رمضان يستعملها سياسيين في المراحل الجاية سنعود إلى هذه النقطة سيد ربما في ذات سياق باختصار تميال العمل الانتخابية هل يمكن أن نرمي المسؤولية على القوانين الجديدة أم أنه لم الطبقة السياسية لم تعرف كيف يتعبوا معها طبقة السياسية والمجتمع المدني وغيره من تشكلات طبقة السياسية هناك نوعين لأنه كان هناك طبقة حرة وتفضل أنه لماذا تدير الناس قوية حرة لأنه الفكرة والمعتقدات والمردودية وطبعا التفكير بالنسبة للستراتيجية غير موجودة في الحزاب السياسية أنا أقول لك أنه هناك بعض الحزاب وكثير من الحزاب لي ما عنداش حتى استراتيجية إشكالية هناك بعض الحزاب غير موجودة تماما جاءت نهار الانتخابات أنا أقول لك الحزاب السياسية طبعا هذه لازم تعامل معاملة خاصة غير موجودة تقريبا السنة عمره مدار طبعا بالنسبة لاجتماع مثلا وطني بالنسبة لتقييم وطني بالنسبة لإعتماد وطني ولكن في الآخر تسيبه في الأحزاب السياسية تسيبه مباشرة سيقدم وثيقا تعقل هاكو قايمة تعقل وشيحبه الإشكالية بالنسبة لي حاجة واحدة أخرى ما هو البرنامج أنا أشكت تميع العمال الانتخابية لماذا من على من يمكن أن نرمي المسؤولية هل القوانين جديدة أم أنها لم تفهم أم أنه طباقة السياسية هذا هو مستوى والمجتمع المدني كل صراحة أنه طبقة السياسية ناضجة في الجزال تقريبا ولات تمثل جزء بسيط فقط بالنسبة للمجتمع لأنه وانتخابات ما زال يمثل عليها طابع العشائري ما نشوف أنا كاف قال هذا القبيلي يسكن قدامي قال وشي قدمني كفاء علمية هذا عنده شعبية هذا كده نمشي معه أنا يا عربي هو قبيلي نمشي مع القبيلي انتا قبيلي نمشي مع العربي لأنه أنا غدوة من الغدوة والله نحكي لك مشكلة كان عندي موجود في البرلمان كانوا إشكال خاصة في الجانب الاقتصادي وجهوا طرحوها لففاس أني شافي لهذاك النهرة يطلق لك شو نحل إشكال هذا هو الاستثي غرسي جيبوا الاستثي غرسي وعمري ما دخلت المكتب تحم ولكن لما دخلت المكتب تحم عرفت المشكل ما هي وحليت طبعا كان عندي لقاء طبعا مع الناس هذوك وقدرت أن ينقل إنشغال التعاون الموجود بالنسبة للأحزاب السياسية ولما تكون كائن نوعية طبعا فكرية بالنسبة للأحزاب السياسية راح تكون طبعا تولدنا برلمان ليقدر يدافع لحقوق المواطن لأن المواطن هدف تعوض الشيء الذي أمل فيه الجامع بالمقابل في خضم هذه المتغيرات وما تعيشوا الساحة السياسية هناك أحزاب أعلنت المقاطعة ورفعت راية الاستسلام منذ البداية مبثلة في حزب العمال الـ RCD في انتظار موقف الأفافاس والله بالحظة أحزاب السياسية طبعا معروفة معروفة المواقف تحها وهناك بعض الحزاب السياسية اللي عندها ممكن عندها قناعة سياسية في الجنب هذا ما نقدرش ما نقدرش نميز من حزب هذا وحزب هذا ولكن بعض الحزاب السياسية اللي عندها أهداف وشايف الأهداف تحب اللي طبعا في هذه المرة لا يمكن تحقيق هذه الأهداف تحب وتبعا بتقاطع بيشتعطي أكثر قوة بالنسبة للحزب السياسي ولكن هناك أرامة مختلفة بالنسبة للأحزاب وشايفين باللي أنه الساحة السياسية بالنسبة لهم طبعا غير متكاملة وغير الناجر بالنسبة لهم وغير طبعا متاحة بالنسبة لهم ممكن طبعا يعبره برايمانا كبرلماني كأيطار كذلك نشوف أنه ضرورة أنه المشاركة تكون عملية طبعا متاحة تكون فرض بالقوة طبعا عن طريق الأفكار وهذا هو المهم بالنسبة لنا منه لازم نكون عندنا برنامج سياسي وتتحدث عن الأفكار ربما هذا ما كان غائبا في السابق يعني كيف ستكون الساحة يعني البرامج القادمة في رأيك في خضم المتغيرات التي عرفتها الساحة السياسية بالمقابل أيضا الساحة الاجتماعية تعيش على صافح ساخن لا يمكن أن نغفل هذا الأمر مواطن يبحث على بدون زيت مواطن قدرة شرائية منهارة مواطن يعني يعيش على بسطة متحرك كيف تقنعه بعملية انتخابية وأنه انتخابات شريعية وهو الذي فقد الثقة في المسؤول في المنتخب كلنا على حد سواء أشوف هو الانتخابات خاصة انتخابات السابقة أعطتنا درس نسبة 23% العقل هو شفنا أنه نسبة حقيقية نظام الدخش في القيمة استقالة سياسية يمكننا واحد وحد أخرى أنه عطانا ميساج لنا هنا مباشرة أنه أنتم لم يتم بالجانب الاجتماعي أنتم لم يتم بالجانب الاقتصادي لم يتم حلول ملموس يمكن طبعا وهذا ما كان مثلا في المراحل السابقة حاولنا في كثير من الحالات المقترحات عملية ولكن لحظ نعطيك مثال كان عندي مقترح خاصة في ميخص الضريبة وهو تخفيض الضريبة على مستوى 50% لأنه لنعطي حيوية ونعطي دفع بالنسبة للإنتاج الاقتصادي أو بالنسبة للإستثمار بصفة عامة لازم نحفز خاصة في ميخص لازم تكون حلول بديلة موجودة عند البرلماني يقدر يضغط بها الحكومة في المراحل القدمة ولكن باش كما بكل صراحة لما تقول لك الشعب تقوله فوطي على البرلماني يقول لك شم فوطي على البرلماني يدي ستا وشيني مليون بروموسيوم هذا ما كان وعندهم الحق عندهم الحق في الجنب هذا أنا على الأقل جيت من المودة كمودير جبع ما عنيش كريه بالجنب هذا ولكن أنا شفت غيب كبير وفي بالحالة عدم وجود حس طبعا اقتصادي عدم وجود حس وطني كيف يمكن يعني ما هو قادم كيف يمكن إقناع المواطن بالتوجه إلى سندق الاقتراع خاصة أنه يعني شوفوا الآن في ظل الوضعية الحالية ربما كل برامج السياسية في الحملة الانتخابية رح تلعب على هذا الوتر تعزف على وطر نجيبه لكم نوفره لكم شيء يعتادوا علي هل شوف بأنه سينجح في هذه المرة لازم يكون برنامج خاصة في الشأن الاجتماعي ويكون برنامج ملموس يمكن تحققه في أرض الواقع تلعب ما تقول لي الجزائري الجزائري وسيد راوي حوس على بدون زيت نعم راوي تدافع في طوابير نعم ما نتحدثوش على ما نطلعوش سقف أبسطوها بدون زيت أنا كان عندي اقتراح خاصة من برنامج السابق أنه كنت كنت أول من ما درت أنه اسميك كنت قلت أنه 30 ألف طبعا المواطن طبعا لما تحكي على 30 ألف بسيد الرازموريا كان قال أنه نظرا لظروف طبعا صحية وظروف طبعا اقتصادية راح نضيف لكم فقط 2000 وبعدها يمكن تفكير في الجانب هذا ليارجي كنت ندافع للبرلمان 2018 18-13-20 طبعا كان برلمان كيسمع اقتراح تعالى أستاذ غرسي في ميخص ليارجي يضحك قال يا فكرة نظام هذا طبعا لا يطبق الفكرة لك ما أنت لازم تجيب أفكار موجودة من الواقع اللي يمكن تؤثر على المواطن بطريقة طبعا إيجابية ولكن لازم تكون عندك حلول عملية ما تجيب ليش أفكار اللي كانت موجودة سابقا سوف نعطيكم الزيت ونعطيكم كذا ونعطيكم كذا ذات تاكرنا في شراء نعرفوه نجوزوها لكن لازم نجيب مقترحات عملية اللي تصب خاصة في الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي طبعا بعدها يمكن نفكر في الجانب السياسي لأن المواطن الجزائري اللي يهمه وطبعا الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي اللي نشوفه طبعا القدرة الشرائية منخفضة في المراحل السابقة لاحظنا في كثير من الحالات أنه أسعر بعض المنتوجات جد مرتفعة لاحظنا أنه عدم تحكم وعدم توازن في العملية هذه اللي يطرح طبعا السؤال اللي يطرحه هل اللي مترشح البرلمان قادر يفكر هكذا يقدر يجيب الحلول بالنسبة لهذا يقدر يدافع في قانون المالية لمثلا المدى وحده مدى 84 في قانون المالية ذرفتها لأنه مرتبطة بالزيت هذا ومرتبطة بأمور وحده آخرين ما كنا نذكرهم هذا إشكالي أنه لازم تعرف تكون عندك قوة استشراف قوة لمعرفة الحقيقة اللي موجودة كل مادة قانونية مثلا في الشريعات وهذا إشكالية سؤالي نطرحه هل الجزائي اللي يترشح البرلمان يقدر يعرف هذا المستوى إلا يقدر يعرف هذا المستوى نحن نتمنى إن شاء الله أنه اللي يترشح يكون يعرف هذا الأمور ربما لذيق الوقت رح نخذه في قضية أخرى عادة ما كان يعكر صفو العملية الانتخابية الأصوات أو الأبواق التي كانت تدعو مثلا للمقاطعة ويفسد العمل الانتخابية الجزائر مؤخرا قامت قبل يومين قامت بتفعيل اتفاقية مع ناظراتها الفرنسية فيما يتعلق بتسليم المطلوبين خطوة همة عشية الانتخابات الشرعية نعم نعم لازم تكون اتفاقيات تقريبا شاملة معنا جميع منذ اللي نحكي على بعض الوزراء اللي هاربين في دور وحدة أخرى مع أنش حتى اتفاقية مع هذه البلد مع فرنسا مع لبنان مع كذا مع كذا ضروري أن البلد تكون عندنا اتفاقيات أمنية فيما يخص الجانب هذا لأنه بكل صراحة لما كان عايش في الجزيرة كان فكرة واحدة أخرى وما قال لما انتقل للخارج ولا معارض لا المعارض أنا ممكن يكون هنا أنا بقولك بكل صراحة لما تشوفني داخل لجنة المالية والميزانية تشوفني معارض ولكن أنا من الناس اللي نحب الوطن نتاعي ونحب طبعا نقدم الخدمة نتاعي ومن الناس اللي موجودين في هذا النظام السياسي نقولك انتقادات تنتاعي دائما نصب في المصرحة العلية بالنسبة للوطن ونظن ان الانتقادات كانت الهدف منها هو انتقاد البناء لبناء الجزائر ولبناء طبعا الاقتصاد الوطني ولكن أما الانتقاد في مورو البحر فطبعا الهدف منه هو هدم الجزائر خلق مناخ طبعا فاسل الجزائر تحريك خاصة مشاعر مواطنية عن طريق الفيسبوك هنا اللقاء اللي دارته مؤخرا لاحظنا في هذا اللقاء مثلا لاحظنا انه حتى الفيسبوك اللي موجود مش موجود من الجزائر موجود عن طريق أوروبا وموجود عن طريق دولنا دول الجوار المعروفة كذلك بعقدتها بالنسبة لي المنظومة بالنسبة للنظام الجزائري نعم أستاذ لديق الوقت نحن نتمنى ان شاء الله النقاش كان معك شيق لكن لديق الوقت رح ينختم ان شاء الله كلمة أخيرة عشرين ثانية مهم جدا لازم نعرف ان البرامج اللي تكون في المراحل الجاية حتى البرامج الولاي اللي موجودة من القوائم الانتخابية والاختيار يكون خاصة عن طريق الكافات من هو كف من هو طبعا عنده علم من هو عنده قدرة التغيير من هو اللي يدافع القدرة شرائية للمواطن من هو اللي يدافع المشاكل الوطنية اللي موجودة مثلا مشاكل تشغيل اللي يرى موجودة مثلا مشاكل التوظيف مشاكل الجامعة مشاكل كذا اللي عنده قدرة ولكن أما بالنسبة اللي عندهم سجل تجاري معروف تاريخ يعرف كل الناس كلام طيب إن شاء الله يجد أذن ساغية شكرا على تلبس الدعوة دكتور أما أنتم مشاهدين فأستودعكم الله نلتقي إن كان في العمر بقيا في أعداد مقبلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا